وانتقل إلى زميلة جاكلين باهرة التي تنضم إلينا من محافظات الجيزة حيث أكدت مدرية تموين الجيزة أكدت انتظام عمل المخابز ومحل البقالة التموينية وفروه مشروع جمعياته لصرف السلعة التموينية للمواطنين جاكلين صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة وماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع والتزام الجمعيات والمخابز وغيرها بصرف السلعة التموينية والمواد التموينية إليك تفضلي أهلا بك همام وأهلا بأستاذ المشاهدين وهذا ما جئنا إليه هنا في مدرية التموين بمحافظة الجيزة همام لمتابعة أعمال المخابز البلدي المدعم وأيضا جودة الخبز والمواصفات القياسية وأيضا تطبيق المنظومة الجديدة وهذا ما سيطلعنا عليه الأستاذ طلعت حسن مدير إدارة التموين بمحافظة الجيزة وهذه المديرية همام هي التي تشرف وتشن الكثير من الحملات الرقبية على مدار الساعة على المخابز البلدي في أكثر من 1855 مخبز بلدي مدعم داخل محافظة الجيزة تحياتي أستاذ طلعت بنرحب بحضريك على شاشة الإكسرا نيوز وأنا نتحدث مباشرة عن آلية متابعة أعمال المخابز ومدى يعني تطبيق جودة منظومة الخبز الجديدة وجودة الخبز تمام صباح الخلع على حضراتكم وصباح الخلع على السنة المشاهدين وطبعا إحنا من الصباح الباكر من أمم تواجدين في الشارع بنرائب عملية إنتاج الخبز من الساعة 5 الصب اللي هي بتبدأ الساعة 5 الصباح في المخابز من خلال 19 الحملة على مستوى الجيزة و3 من المدرية 22 حملة بيجب جميع أنحاء المحافظة الجيزة وكل المخابز مستقرة تماما والعملية المواصفات جيدة والسعر مرتزمين بالسعر ومرتزمين بالعدد لأصحاب المواطنين وكل شيء يعني احنا مش شايفين لم نرصد مخالفات كتيرة حتى الآن وبالنسبة لنا احنا عاملين غرفة عمليات وقامها 376-18-652 376-18-652 لتلقي أي شاك واللي عاوز يشرفنا ييجي كمان المدرية عاملين غرفة عمليات إنما كل الناس بتنزل حتى المدرية والإدارات بتنزل على عمل المخابز وتستمر لغرفة العمليات لحتى أخو النهار لإنه فيه أنشطة غير المخابز حتى لو مخابز انتهى عملها على طول اللي فيه بينتهي ساعة عشرة وفيه 12 وفيه خمسة على حسب الكمية اللي بيأخدها فإحنا بعدين بيستمر كمان في الأسواق وجميع الأنشطة الأخرى لو بنتكلم عن المخابز وإي أعمالها وإي وصول هذا الخبز المستحقي من المواطنين كيف حضراتكم بيتبعوا هذه العملية يعني ربما وسط عدد كبير من المخابز المتواجدة داخل محافظة الجيزة احنا طبعا بنصف لحوالي 13 مليون مواطن في الجيزة 21 مليون رغيف في اليوم فإنتاجنا 21 مليون بيتم من خلال بطاقة التموين اللي مع المواطن عاوز ياخد العيش بياخده كله خمسة الغيفة لكل مواطن عاوز يوفره وياخد به سلعه يعني على حسب احتياجاته وإحنا بنتابع نشوف هل المخبز ملتزم أنه يدينه من خلال البطاقة ولا لا بيدي له حق ولا لا فالمواطن لو عنده أي شك وبيقول لنا لكن إحنا الحمد لله شايفين أنه المخابز فعلا مستقرة وكمان بيعونونا يعني هم ملتزمين سلعت هل تم تحرير أي محاضر لأي من أصحاب المخابز أو المخلفين لإنتاج الخبز وجودة الخبز؟ طبعا بالنعم المخالفات لهم وتم تحميل محاضر فعلا للمخالفين سواء في الوزن أو المواصفات وبيتم الدفع فوري حسب القبر المعالي الوزير دلوقتي بيتم الدفع الغرامة فوري حتى لو نقص جباب مواحد الغرامة بتصل قد إيه فن؟ ده قد تصل من 600 جنيه لحد غلق المخبز أو صاحب الحصة كمان غلق مخبز شهر أو ثلاث شهور أو صاحب الحصة بصفة نائية هذا بالنسبة للمواطن وحصلوا على حصته من الخبز المدعم أما لو نتحدث عن صاحب المخبز تحديدا هل لديه أي شكاوى وسط تطبيق المنظومة الجديدة؟ هو كان ليش شكاوى قبل كده من انخفاض التكلفة وإحنا الحمد لله الدولة ممثلة في وصلت في التموين إديته حقه في التكلفة وزودنا التكلفة وكمان أمننا له على عمال المخبز اللي عنده إحنا اللي بنأمن له على عمال المخبز من ابتداء من خمس عمال حتى عشر عمال لو نتكلم عن جدول أعمال مدرية التموين في الجيزة بشكل عام يا فندم إيه أهم الأعمال اللي حضرتكم بتسعونا أن هي تطبق على أرض الواقع؟ على أرض الواقع إحنا قلنا من الصباح البكر إحنا بنباق بجميع الأنشطة من مخابز وبدلين ومستودعات بوتجاز ومحطات بنزين وبقلين عاديين وأسواق وجمعيات المفاتشين منتشرين على جميع أنحاء الجيزة فطبعا إحنا دي آلية مستمرة كل يوم إحنا ما بنسبش يوم ما فيش حملات واحدة باتكم شفتوا يعني أنه في الحملات مستمرة سواء الأنشطة أو المخابز ولكن غرفة العمليات بها موظفون يتعاملون على مدار الساعة لاستقبال أي شك يعني هل هناك أيضا وسيلة أخرى للتواصل مع المواطن بخلاف غرفة العمليات؟ بخلاف غرفة العمليات أنا سبت رقم تليفوني الشخصي ممكن يتواصله معايا وأنا أبلغ أي واحد سواء بقابة تفتيش فني بتاع 0-603-915 والحمد لله بتلقى كثير من الشكاوى 0-603-915 اللي عاوز يتواصل معايا يتواصل وأي مواطن بيتصل بي وهم عارفين أن أنا برد على جميع التليفونيات شكرا حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ طلعت حسن مدير إدارة التموين بمحافظة الجيزة مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة أطلعنا على التفاصيل والتواصل المستمر همام مع المواطن المصري لحصوله على حصته من الخبز المدعم وأيضا جودة الخبز وواسطة طبعا يعني إجراءات تأمينية وقانونية لمتابعة عمال المخبز على مدار الساعة في 1855 مخبز في محافظة الجيزة إلايك أهمان الزميلة جاكريم ماهر من رسالة إكسترونيوز من محافظة الجيزة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المتابعة